بدأت بمقر الأمنة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الواحد والستين بعد المئة لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين يناقش المندبون الدائمون على مدى يومين عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية منها بند العمل العربي المشترك والملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين المقررة في مايو المقبل وبند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي لا يزال الوضع في غزة يفرض نفسه بقوة على أجندة اجتماعاتنا في جامعة الدول العربية وفي الوقت ذاتي لا يزال العدوان الإسرائيلي مستمرا بنفس وثيرة القتل العشواء للمدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن وارتكاب المجازر البشعة وليست مجزرة دوار النابلس بشمال قطاع غزة ببعيدة عن الأذهان ولا تزال آلة التدمير الممنهج والتهجير القصري سادرة في ممارسة البطش والحصار على أهالنا في العراض الفلسطينية المحتلة لقد تفاعل مجلس الجامعة بالسرعة المطلوبة مع ما يجري من أحداث مؤسفة في منطقتنا العربية وأبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات وحصار منذ السابع من أكتوبر 2023 نتج عنها آلاف القتلى والجرحة في صفوف المدنيين وأدت إلى تخريب وضمار وحصار شامل يخرق كل القوانين الدولية والقيام الإنسانية وانطلاقا من إيماننا الراسخ بالقضية الفلسطينية العادلة وبعليمات من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وبالتشاور مع دولة فلسطين الشقيقة دعت المملكة المغربية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 11 أكتوبر 2023 تلاتة وعشرين